السلام عليكم طلاب الصف السادس الاعدادي في محاضرة أخرى من سلسلة محاضرات موضوع الاستفهام في المحاضرات السابقة تطرقنا إلى الاستفهام وأنواع الاستفهام وخصائص هل والهمزة وغيرها من إعرابات المجموعة الأولى في إعراب أسماء الاستفهام نقسم الأدوات إلى مجاميع مجموعة الأولى تسمى مجموعة العاقل وغير العاقل وهي من؟ من داه؟ ما؟ ماذا؟ أي المضافة إلى العاقل أو غير العاقل؟ كم التي تميزها عاقل أو غير عاقل؟ وتعرف في أربعة مواضع وأخذناها المجموعة الثانية من مجموعة أسماء الاستفهام هي التالية وهي نسميها مجموعة الزمان والمكان عن من تسأل؟ تسأل عن الزمان والمكان بدايتين يجب أن نعرف دلالة أسماء الاستفهام الدالة على الزمان والمكان لأن هناك أسماء مشتركة مرة للمكان مرة للزمان مرة للحال شوية نريد نركز من هي الأسماء التي تدل على الزمان والمكان؟ أول اسم عدي للزمان هو متى؟ الاسم الثاني أيانة؟ الثالث أينة؟ الرابع أنا الخامس أي السادس كم واحد يقول استاذ أي وكم أخذناهم بالعاقل؟ أقول لك إيه؟ أخذناهم بالعاقل وغير العاقل ورح نأخذهن بالزمان والمكان ورح نأخذهن بالحال ورح نأخذهن بالمفعولية المطلقة لأن أي تكتسب دلالتها من الاسم الواقع بعدها وكم تكتسب دلالتها من تمييزها الواقع بعدها شايفين أكو واحد كل شيء لتقل بيها يقول لك وصليت؟ أي شي تريدها تصير كم؟ أي مجموعة تصير؟ بكلهم دلالتهم بحسب ما بعدها إذا كانت كم فتمييزها وإذا كانت أي فالمضاف إلي واحد يقول لي ما دلالت اسم الاستفهام الوارد؟ طبعا هذرني دلالتهم للزمان والمكان أجي أفرق ما دلالت متى؟ طبعا متى يستفهم بها عن الزمان؟ عن من يستفهم بها؟ عن الزمان؟ حلو، وأيانه يستفهم بها عن الزمان؟ ما هو اسم الاستفهام نفس الدلالة ونفس الوقت؟ لاحظ، أكو فرق بين متى وأيانه؟ طبعا متى للزمان وأيانه للزمان؟ سألة سؤال بالوزارة ما الفرق بين متى وأيانه مستشهدا بالأمثلة؟ سؤال الوزاري، الفرق بين متى وأيانه طلاب؟ متى للزمان وأيانه للزمان؟ حلو، متى يستفهم بها عن الماضي والمستقبل؟ زائد المستقبل يعني متى سافرته بالماضي؟ متى ستسافر للمستقبل؟ يستفهم بها عن الماضي والمستقبل لاحظ، نأتي بمثال بسيطة قال تعالى متى نصر الله؟ متى نصر الله؟ اسم استفهم يدل على الزمان منتهي المعيدة، وين ما تلقي متى؟ اسم استفهم يدل على الزمان أيانة تدل على الزمان؟ ما الفرق بين متى وأيانة؟ انتبه، أيانة يستفهم بها عن المستقبل فقط انتبه لي، أيانة يستفهم بها عن المستقبل؟ أحسنت، فقط، بعد وتسأل وتفيد التهويل انتبه، والتعظيم، ماذا تفيد؟ التهويل، والتعظيم، والتظهيم لتهويل الأمر يسأل بأيانة ودائماً وردت في القرآن الكريم، تسأل عن موعد يوم القيامة باعتباره للمستقبل، وباعتباره يوم عظيم، وباعتباره يوم يفيد التهويل يوم القيامة يوم عظيم مثلاً قال تعالى أيانة يوم القيامة أيانة يوم القيامة، سؤالة قال لي، ما الفرق بين متى وأيانة؟ تقل لي متى يستفهم بها عن الماضي والمستقبل ولا تفيد التهويل والتعظيم بينما أيانة يستفهم بها عن المستقبل فقط وتفيد التهويل والتعظيم والتظهيم للدلال على عظم الأمر، تستفهمون بأيانة والدليل يوم القيامة عظيم، لو ليس عظيم، عظيم واحدة من أدوات جماعة الزمان والمكان هي أينه؟ عن من تسأل أينه؟ من تهين من عدها؟ عن المكان أين يستفهم بها عن المكان؟ مثلاً أينما توعدون؟ لاحظ؟ أين ما توعدون؟ عن من سألت؟ عن المكان؟ أين ما تلقي؟ أين يسألك دلالتها على المكان؟ طبعاً بمتى أو أين مرة يقول لك ما دلالة اسم الاستفهم؟ لأنه واضحة، متى للزمان أو أين للمكان؟ عند طلاب أنه مرة تأتي للحال ومرة تأتي للمكان يقول أستاذ للمكان بتأويل شنو؟ بتأويل من أين؟ لذلك أش راح يقلك بالسؤال؟ راح يقلك استبدلها باسم استفهام مبني إذا قال معرب أجيب أين؟ وإذا قال مبني شنو أجيب؟ أجيب من أين؟ لاحظ، أنه دلالتها تسأل عن المكان فإن قال استبدل أنه باسم استفهام مبني أأتي بأينه؟ وتسبق بحرف من، بمعنى من أين؟ مثال، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنا لكي هذا، اسمع أنا لكي هذا استخرج اسم الاستفهام أنا، سهلة، ما دلالة اسم الاستفهام؟ طلاب عندي أن مرة تجي للحال بمعنى كيفه ومرة تجي للمكان بمعنى من أين؟ إذا وضعت بدلها كلمة من أين واستقام الكلام فهي للمكان وإذا وضعت بدلها كيف واستقام الكلام فهي للحال لذلك راح يسئلك بالوزارة طلاب راح يقلك ما دلالة أن الواردة في النص؟ أنت تنظر، خليت بمكانها من أين؟ واستقام الكلام فهي للمكان خليت بمكانها كيف واستقام الكلام فهي للحال أنا من الألفاظ المشتركة على الأغلب طلاب ورد إذا جاء بعدها اسم فإن دلالتها للمكان وإذا جاء بعدها فعل فإن دلالتها للحال على الأغلب وليس مطرداً على الأغلب لاحظ، ماذا أتى بعدها لك؟ عد ملاحظة هنا لانتبهره إذا جاء بعدها شبه جملة لا نعتمد عليه بالعراب ماذا جاء بعدها؟ هذا، هذا اسم له فعل؟ اسم ما دام جاء بعدها اسم إذن دلالتها للمكان والتأويل من أين؟ من أين لك هذا؟ استقيم الكلام واضح لحد هنا؟ أن دلالتها لو للحال، لو للمكان للحال إذا جاءت بمعنى كيفه، وللمكان إذا جاءت بمعنى من أين؟ إذا قال لي استبدلها أجيب كلمة من أين كله؟ انتبه ما أجيب بس أين، لا أجيب كلمة من أين بمعنى أنه؟ واحدة من أدوات الجماعة الزمان والمكان أي إذا أضيفت، انتبه، إذا أضيفت إلى مكان وإذا أضيفت إلى زمان ما بعدها يعرب مضاف إليه دائماً، مثلاً للزمان تقول أي ساعة تسافر، ما دلالت أي؟ ننظر لما بعدها، الساعة، علي من تدل الساعة؟ تدل على الزمان، إذن دلالت أي للزمان؟ مثلاً هنا قال أي مدينة تسافر إليها، ما دلالت أي؟ ننتبه، انظر لما بعد أي وهو مدينة، زمان له مكان له حال له عاقل له غير عاقل تدل على المكان، إذن دلالت أي للمكان، المن دلالت أي للمكان، المن دلالت أي للزمان؟ ننظر لما بعدها، فإن كان زمان فهي للزمان، وإن كان مكان فهي للمكان كذلك كم تأتي للزمان وتأتي للمكان إذا جاء بعدها مكان فهي للمكان وإذا جاء بعدها زمان يعني اسم تمييزها يكون للزمان مثلا كم مدينة سافرت إليها ما دلالة اسم الاستفهام؟ أنظر لما بعدها مدينة تدل على المكان إذن هاي دلالتها للمكان كم دلالتها من المكان للزمان كم ساعة الامتحون؟ ما هي دلالة كم؟ أنظر لما بعدها ماذا أتى بعدها؟ ساعة علي من تدل ساعة؟ على الوقت إذن دلالتها للمكان كم دلالتها؟ عفوا للزمان دلالتها إلى الزمان هذني أسماء الاستفهام الضالة على الزمان والمكان متى مبنية على السكون؟ انتبه أيان مبنية على الفتح؟ أين مبنية على الفتح؟ أنها مبنية على السكون؟ وأي معربة؟ وكم مبنية على السكون؟ كل أسماء الاستفهام مبنية ما عدا أي فإنها معربة هذن دلالات أسماء الاستفهام الضالة على الزمان والمكان أي وما بعدها أي تكتسب دلالتها من الاسم الواقع بعدها أو كم تكتسب دلالتها من الاسم الواقع بعدها أعراب أسماء الاستفهام، أريد هذنين قاعدتين تثبتهم وتخليهم ترجية لا، ليس ترجية، أي شيء ملاحظتين هذنين، أريدك تثبتهم بجماعة الزمان والمكان أهم شيء تضبطهم، ما هذا الملاحظتين؟ الملاحظة الأولى، لا تعرب هذه الأسماء مبتدأ ولا مفعولاً به إطلاقاً راح تجي تشوف متى، أين، أنا، كم المضافة إلى الزمان والمكان، أين مضافة إلى الزمان والمكان؟ تتقاهن بالبداية تقول مبتدأ خطأ، اسمع لا تعرب هذه الأسماء مبتدأ ولا مفعولاً به إطلاقاً نهائياً ما تنعرب لا مبتدأ ولا مفعول به، حلو، ما تعرب العرابات الباقية؟ يعني لو خبر، لو خبر كانه، لو مفعول فيه ظرف زمان أو ما كان الملاحظة الثانية، إذا تلا هذه الأسماء شبه جمله، شي قصد بالشبه الجمله؟ جار ومجرور أو ظرف ومضاف إليه، لا نعتمد عليه في الإعراب وإنما ننظر لما بعدها، يعني أنا لك هذا، أنا اسم استفهام، يستفهم بها عن المكان، بمعنى من أين، جاء بعدها شبه جمله؟ يعني عربة مبتدأ؟ لا، هذه الشبه الجمله لا نعتمد عليها في الإعراب، فننظر لما بعدها، ما بعدها اسم تعرب خبر مقدم واضح الحدل هنا؟ هذه دلالات أسماء الاستفهام وذن الملاحظتيا، أريدك تركج عليهم، تحفظهم كأنما حافظ إسمك، والله احتمال لكم جمعة ما حافظين إسمهم، نكمل، نمسح الصبورة ونكمل إن شاء الله بعد ما أخذنا دلالات أسماء الاستفهام الدالة على الزمان والمكان، نأتي الآن إلى إعراب أسماء الزمان والمكان، لازم نذكر القاعدتين التي ذكرناها قبل قليل، وهي لا تعرب هذه الأسماء مبتدأ إطلاقا، لا تعرب هذه الأسماء مفعول به إطلاقا، إذا جاء بعد اسم الاستفهام الدالة على الزمان والمكان شبه جملة لا نعتمد عليه بالإعراب، فنعتمد على ما بعده الإعراب الأول طبعا هي ثلاث أو أربعة إعرابات لهذه المجموعة، إذا ضبطت هذه المجموعة جماعة الحال ضابطة عندك، منتهية الإعراب الأول تعرب هذه الأسماء اسم مجرور، متى تعرب اسما مجرورا؟ إذا سبقها حرف جر بداية نسقط العرابات القليلة، وبعدها نأتي للعرابات الأكثر ما أخذين نحن قاعدة كل حرف جر ماذا يأتي بعده؟ اسم مجرور إذن أسماء الاستفهام إذا سبقها حرف جر تعرب اسما مجرورا؟ من هي حروف جر واحد يسأله؟ قل لك حروف جر من، إلى، على، الباء، الكاف، حتى، في، واللام هذا أن حروف جر، حرف جر ما بعده اسم مجرور، متى، المنعتها قاعدة ثابتة سواء بأسماء الاستفهام أو غير أسماء الاستفهام مرة يأتي اسم الاستفهام مبني، ومرة يأتي معرب قال الشاعر بمن يثق الإنسان فيما ينوبه ومن أين للحر الكريم صحابه؟ استخرج اسم الاستفهام من؟ اسم استفهام، بعد استخرج اسم الاستفهام أين؟ نأتي إلى اسم الاستفهام الأول من جماعة العاقل مسبوق بحرف جر، شنعرابه؟ اسم استفهام مبني في محل جر بحرف الجر، السبب لأنه مسبوق بحرف جر أعرب اسم الاستفهام الثاني، أين اسم استفهام مبني على الفتح في محل؟ أنتظر للمحل، أنظر لما قبله، فإن جاء قبله حرف جر فهو اسم مجرور، وإن لم يأتي قبله حرف جر ننظر لما بعده من؟ من حروف الجر، ما بعده اسم مجرور اسم استفهام مبني في محل جر بحرف الجر، السبب سبقه حرف جر قال استبدلها باسم استفهام معرب، انتبه، اسم استفهام شنو؟ معرب، بما نستبدل هي؟ طبعاً عدي أي، صحيح؟ جبت أي، أنزل ومن أي، أين ألما تسأل للمكان؟ ومن أي مكان، خلص، أضبط حركة أي مدام مسبوق بحرف جر تعرب اسم مجرور سألة سؤال استبدلها باسم استفهام مبني، انتبه للمبني، إيش عنداني؟ أي، عندي أينه؟ وأنا يتشابهن؟ انتبه، من أين كونها؟ أخلي بمكانها أنا، خلص، وأنا للحر الكريم وصحابه، أنا، انتبه، أخذ حرف الجر وأين؟ ثنين أتنسوا يا الله يكفل أنا، واضح الحد هنا؟ يعني شنو؟ من أينه؟ نفسيتها أنا، إذا أجاب لي أنا، أخلي إلى من أينه؟ لازم حرف جر زائد أينه؟ يساوي أنا، أنا يساوي حرف جر زائد أينه؟ حتى متى أرعى الكواكب ساهرا فمن طالع أخرى ليالي وغاربي؟ استخرج اسم الاستفهام متى؟ مشبوق بحرف جر؟ حتى، حتى إذا شبقت بإذا جاء بعدها اسم تعرب حرف جر، حتى حرف جر ما بعدها؟ متى؟ اسم استفهام مبني في محل جر بحرف الجر؟ استبدلها بإسم استفهام معرب، انتبه، حتى أجيب أي؟ هي الوحيدة المعربة، خلصت؟ لا، لازم أجيب ما يدل على الزمان، وهو حتى أي ساعة، خلص أضبط حركة أي؟ مدام أسبوقة بحرف جر تعرب، اسم مجرور، من كم ساعة وأنت هنا؟ من حرف جر، وكم اسم استفهام مبني في محل جر بحرف الجر؟ ساعة المانع كم؟ إذا كان تمييزها مجرور، فكم خبرية؟ أجعلها استفهامية تقول من كم ساعة؟ في أي مدينة تفضل العيش؟ في أي مدينة تفضل العيش؟ والاسم الاستفهام؟ أي، المن انضافت إلى مدينة، مدينة تدل على المكان، ما بعدها يعرب مضاف إليه، أي وما بعدها تعامل معاملة الاسم الواحد؟ هذا الاسم الواحد مسبوق بحرف جر؟ اسم استفهام مجرور وعلامة جره الكسرة، الوحيدة أي؟ هي التي تكون معربة بالحركات وباقي الأسماء، كلها مبنية، هذه مبنية على السكون، مبنية على الفتح، كل اسم استفهام له بناء العراب الثاني لهذه المجموعة، جماعة الزمان والمكان، تعرب هذه المجموعة خبرا مقدم، ماذا تعرب؟ خبرا مقدم، السبب إذا تلاها اسم معرفة طلاب حتى لو لم تلاها اسم معرفة تعرب خبر، أي اسم يأتي بعد هذا الأسماء يعرب خبر مقدم، السبب تلاهه اسم هو محددنا بالكتاب إذا تلاها اسم معرفة يقول لي أعرف اسم الاستفهام ذاكرا السبب أقول لي اسم استفهام مبني في محل رفع خبر مقدم السبب تلاه اسم معرفة طلاب هذا السبب يقصد بالسبب القاعدة أنا عندي قاعدة وأطبق عليها يعني هسا واحد يريد يصلح لفت سيارة أو فشي إذا ما عنده عدة شلون يصلحها؟ ما تصلح نهائيا ولا يجيب نتيجة مثلا أنا عندها السباب أريد أشد أو براغي أريد أفتحها لازم نجيب العدة وأفتحها صح؟ واحد قلت له إذا ما عندك قاعدة كأنما أنت رايح تفتح براغي أو فشي بدون اسباين قال إستاذ عادي ما تحتاج الاسباين يجيب كوسره خرب المثال وخرب الشاهد المهم استخرج اسم الاستفهام ذاكرا دلالته معرفة إياها ذاكرا القاعدة والاسم الاستفهام قال تعالى أين الشركائي الذين كنتم توعدون استخرج اسم الاستفهام اسم الاستفهام أينه؟ مسبوق بحرف جار؟ لا ما دام ما مسبوق بشيء ننظر لما بعده ما بعده شركائي مكونة من كلمة شركاء زائد الياء شركاء اسم لو فعل الشركاء يقبل التعريف يقبلها إذن هذا اسم اسم وهو مضاف والياء مضاف إليه الياء ظمير الظمير نكره لو معرفه معرفه اسم نكره زائد معرفه ماذا يساوي؟ معرفه اسم استفهام جاء بعده اسم معرفه ماذا يعرف؟ خبر مقدم خبر مقدم السبب تلاه اسم معرفه قال تعالى أنا لهم الذكره استخرج اسم الاستفهام أنا ما دلالت أنا بأننا راح يسألني شنو الدلالة ليش؟ لأن أنا مرة تأتي بمعنى كيفة ومرة تأتي بمعنى من أين؟ طبعا عدي قاعدة أخذتها أنا لازم منذكرها إذا تلاها شبه جملة لا نعتمد عليها في الإعراب فننظر لما بعدها الذكرى اسم له فعيل اسم استفهام جاء بعده اسم معرفه ماذا يعرف من جماعة الزمان والمكان؟ يعرف خبر مقدم مقدم السبب تلاه اسم معرفه هذا الخبر المقدم من هو المبتدى طلاب؟ الذي أعتمد عليه بالإعراب هو الذي سيعرف مبتدى إذن هذا يعرف مبتدى مبتدى مؤخر ما دلالت أنا؟ دلالت أنا للمكان بمعنى استبدل فرضا لو في غير القرآن وقال استبدلها باسم استفهام مبني ركز على كلمة مبني أقول من أين هثنيناتهم؟ منه أين جيبهم؟ من أين لهم الذكرى؟ فرضا لو في غير القرآن قال تعالى أنا لك هذا استخرج اسم الاستفهام أنه مسبوق بحرف جار؟ لا أنظر لما بعده ماذا بعده؟ جار ومجرور شبه جملة؟ ما العلاقة به أعبر للوراه هذا اسم إشارة اسم إشارة معرفة لو نكره؟ معرفة اسم استفهام جاء بعده اسم معرفة ماذا يعرف؟ خبر مقدم السبب تلاه اسم معرفة دير بالك تعتمد على شبه الجملة نعتمد على ما بعده شبه الجملة وهو اسم معرفة هذا خبر مقدم هذا مبتدأ مؤخر كلما قلت متى معادنا ضحكت هند وقالت بعد غد على الظاهر هند يومية تغلط بالوعد كلما قلت متى معادنا ضحكت هند وقالت بعد غد وهو ظالم جل ببهيد لا رايح لغيرها ولا محص الهند اسم الاستفهام متى؟ علي من يستفهم بمتى يستفهم بها للزمان ماذا أتابع مسبوق بحرف جار؟ لا ننظر لما بعده معادنا مكونة من كلمة معاد زائد الضمير نوع معاد نكره والدليل أقدر أخلي عليه أل التعريف المعاد صح أقدر أخلي زين وهو مضاف والنه ضمير متصل مبني في محل جار مضاف إليه طلاب أنه ضمير والضمائر معارف نكره زائد معرفة معرفة اسم استفهام جاء بعده اسم معرفة ماذا يعرب؟ خبر مقدم السبب تلاه اسم معرفة عبروا كلها الحياة ولكن أين من يفتح الكتاب ويقرأ؟ استخرج اسم الاستفهام أينه؟ ما دلالة أينه؟ للمكان منتهين من عده هل مسبوقة بحرف جار؟ لا إذن نعتمد على ما بعدها شنو البعثة؟ من؟ اسم موصول بمعنى الذي والأسماء الموصولة كل ركز على من؟ بالفتحة الأسماء الموصولة كلها معارفة اسم استفهام جاء بعده اسم معرفة ماذا يعرب؟ خبر مقدم السبب تلاه اسم معرفة والاسم المعرفة سيعرب مبتدأ مؤخر متى هذا الفتح؟ والاسم الاستفهام متى؟ ما دلالته؟ دلالته للزمان ماذا أتى بعده؟ هذا اسم لو فعله حرف اسم نكره لو معرفة معرفة اسم استفهام جاء بعده اسم معرفة يعرب خبر مقدم السبب تلاه اسم معرفة والاسم المعرفة سيعرب مبتدأ مؤخر هذا العراب الأول وهذا العراب الثاني نكمل بعد ما نمسح الصبورة زوروا موقعنا على شبكة الإنترنت www.almerger.com المرجع الإلكتروني طريقك نحو المعرفة